لم يتوقع عمر أن يصبح من متابعي الأخبار العالمية بلا قرار منه باتت بورسة حساباته المالية مرتبطة بالتطورات الميدانية يتسمر أمام الشاشة لرصد مستجدات الحرب الروسية على أوكرانيا فيك تعتبر أن ارتفع الذهب بين الـ 15 و 20% من سعو العالم وبعده على ارتفاع مش أنه هدى وبعده ماسك وبعده قابل للارتفاع ويحفو فيه بأسعار بين الـ 2300 دولار الأنصة وبين الـ 2500 دولار الأنصة بالـ 2022 سعر الذهب يحدده سعر الأنصة وهو بدأ بالتغير منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا سعر ارتفع من 1800 دولار إلى 2050 دولار خشية المستثمرين من امتلاك أصول ذات مخاطر عالية تودي بهم إلى التسابق لامتلاك هذه المعادن الثمينة كالذهب والبلاديوم ليجب الإشارة لأله بهالإطار هو أنه عندما يكون هناك وقف إطلاق نار أو مرات إنسانية آمنة الذهب عم يعاود على الانخفاض وبالتالي زويل الأسباب الدافع على الارتفاع قد تؤدي إلى انخفاض الذهب مجددا كثير من الناس عدل عن شراء هدية مناسبة الأم يقول التجار هنا فسعر الجرام الواحد يتغير بين دولار ودولارين في اليوم الواحد يصوغ العالم سياساته في الحروب تنعكس تداعياتها على أسعار الذهب في لبنان فالبلد الصغير الذي انعزل عن التطور الاقتصادي بفعل الانهيار لم يستطع الحيادة عن الأزمات كل الأزمات حسين خريص صوت بيروت انترناشونال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر